دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الثالث عشر من هؤلاء الفتية الطوال يا علي؟ هم طلاب ججد من أين هم؟ هم من أمريكا أهم زملاؤكا نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياثر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال القصار هم حجاج من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم تمارين حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع موسى مثال هذا طالب هؤلاء طلاب 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 هذا تاجر تجار هذا حاج حجاج هذا رجل رجال هذا كبير هذا كبير كبار هذا صغير صغار هذا قصير قصار هذا طويل طوال هذا ولد ولد هذا شليل أبناء هذا عم أعمام هذا شيخ شيوخ هذا ضيف ضيوف هذا زميل زملاء هذا فقير فقراء هذا غني أغنياء هذا صديق أصدقاء هذا طبيب أطباء هذا فتى فتية هذا أخ 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 إخوة هذا جديد جدد هذا مدرس مدرسون هذا مهندس هذا مهندس مهندسون هذا فلاح فلاحون ه مجتهم هذا الموجود هاذا مجتهد هذوا مجتهدون هذوا مجتهدون هاذا مسلم هذا مسلم هذى مفردون التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال مثال من هذا الرجل هو حاج من هؤلاء الرجال هم حجاج من أين هذا الطالب هو من الهند أين التاجر الكبير هو في السوق أين المدرس الجديد هو عند المدير أين الطالب الجديد أهو في الفصل أهذا الطالب غني لا هو فقير من هذا الرجل هو ضيف لي أخ كبير هو طالب بالجامعة أين صديقك؟ ذهب إلى المكتبة محمد له ابن صغير هو طالب في المدرسة أزميلك مجتهد أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال مثال أبناء أبناء محمد أبناءه أسماء الطلاب هم زملاء حامد كأصدقاء المدرس هو اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله مثال الطالب ذهب إلى المطعم الطلاب ذهبوا إلى المطعم الطالب جلس في الفصل المدرس خرج من المدرسة التاجر ذهب إلى السوق اقرأ واكتب الطلاب في الفصل من هؤلاء الأولاد أهم أبناؤك لا هم أبناء أخي من هؤلاء الناس هم حجاج من تركيا أين التجار ذهبوا إلى السوق من هؤلاء الرجال هم ضيوف الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة أين الطلاب الجدد بعضهم في الفصل بعضهم عند المدير أعمامي تجار كبار هؤلاء إخوتي أين أبناؤك يا علي هم في الدكان الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل هؤلاء الفتية إخوة أبوهم إمام هذا المسجد هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي أين الطلاب الجدد أخرجوا نعم خرجوا وذهبوا إلى المكتبة أهؤلاء الأطباء مسلمون نعم هم مسلمون لي أبناء صغار بعضهم في المدرسة لابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة أكتب جمع الكلمات أكتب جمع الكلمات أكتب جمع الكلمات أكتب جمع الكلمات حاج أخ أخ صغير طويل غني غني فقير أكتب جمع الكلمات الجمع الكلمات الجديدة الحقل الجمع حقول أكتب جمع الكلمات المدرسة القرية الضيف الشيخ المطعم المدرسة المدرسة الابتدائية المدرسة من هؤلاء الفتيات يا مريم هن زميلاتي أأخوات هن نعم هن أخوات من أبوهن أبوهن الشيخ بلال أمهن أستاذتي أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة تمارين حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال مثال هذه بنت هؤلاء بنات بنات هذه طالبة طالبات هذه مدرسة مدرسات هذه طبيبة هذه طبيبة طبيبات هذه مسلمة مسلمات هذه زوجة زوجات هذه أخت أخوات هذه فتاة فتيات هذه جديدة جدد هذه كبيرة جدد كبار هذه صغيرة هذه طويلة صغار هذه طويلة طوال اقرأ واكتب هؤلاء إخوتي وهؤلاء أخواتي من هؤلاء الفتيات هؤلاء هؤلاء بنات المدرسة هؤلاء الفتيات زميلات أبوهن طبيب وأمهن مدرسة أين الطالبات الجد ذهبن إلى المكتبة أين بناتك يا عمتي هن في المطبخ أهؤلاء الممرضات مسلمات نعم هؤلاء طبيبات أزواجهن مدرسون من هذه المرأة هي زوجة الطبيب الجديد أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة بعضهن في المدرسة الثانوية وبعضهن في المدرسة المتوسطة ألك بنات يا ليلى نعم لي بنات كبار وهن طالبات بالجامعة من هؤلاء النساء الطوال هن طبيبات من أمريكا الطبيبات خرجن من المستشفى اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله مثال زينب خرجت من الفصل زينب وآمنة ومريم خرجن من الفصل المدرسة ذهبت إلى الفصل الطالبة الجديدة جلست في الفصل بنت محمد ذهبت إلى المدرسة أشر إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب هذا هذه هؤلاء أخي أختي رجال مدرسون طالبات أمي أبي طالبة طبيبات طبيبات تجار ضعف الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضميرا مناسبا هو هو هي هم هن من هذا الرجل مدرسنا أين الطالبات في الفصل من هؤلاء الفتية أبناء المدرس أين الطالبة الجديدة في المكتبة من هؤلاء الناس حجاج من الهند أين الطبيبات في مستشفى الولادة من هذا الولد الذي خرج من بيتك ابن أخي من أين هؤلاء الضيوف من الرياض من أين هؤلاء الممرضات من الفلبين من هذه الفتاة بنت المدرسة هاتي جمع الأسماء الآتية أخت بنت مسلمة طبيبة طبيب زوج زوجة فتاة كبيرة طويلة جديدة أخ كبير جديد أسماء الإشارة للقريب هذا طالب هؤلاء طلاب هذه طالبة هؤلاء طالبات الكلمات الجديدة الزوج الجمع أزواج المرأة الجمع نساء المرأة بدون الإمرأة قريب هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي من أولئك الرجال الطوال هم أطباء من أمريكا من أولئك النساء هن أمهات الطالبات آباء الطلاب عند المدير أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي هؤلاء أطباء وأولئك وأولئك مهندسون هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء أولئك الطلاب ضعاف من أولئك الرجال هم وزراء تمارين تمارين حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزم مثال ذلك الرجل مدرس أولئك الرجال أولئك الرجال مدرسون من ذلك الفتاة؟ من أين ذلك المدرس؟ من أين ذلك المدرس؟ هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا أذلك المهندس مسلم؟ هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة من هذا الولد الطويل؟ تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد تلك المرأة أم الطالبة ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية؟ أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك، تلك، أولئك طالب تجار مدرسات طبيبة جديدة أمهات الطالبات أباء الطلاب فلاح طاق أمهاتي صديقي أخواتي إخوتي هاتي جمع الكلمات الآتية أم أب إمرأة عمة ضعيف وزير اسم اقرأ وكتب أصدقاء أغنياء أقوياء أطباء فقراء فقراء زملاء وزراء علماء أسماء الإشارة للبعيد المفرد الجمع المذكر ذلك طالب أولئك طلاب المؤنث تلك طالبة أولئك طالبات محمد ذهب محمد وحامد وعلي ذهبوا مريم ذهبت مريم وآمنة وفاطمة ذهبنا الكلمات الجديدة ضعيف الجمع ضعاف أم الجمع أمهات أب الجمع آباء ضعيفة ضعيفة الجمع ضعاف امهات قوى الجمع أقوياء عالم الجمع علماء العالم العق beni ترجمة نانسي قنقر